تعالوا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسر والسؤال بيقول هل القروض حلال ولا حرام القروض البنكية قانون 194 لسنة 2020 اللي هو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ما فيهوش كلمة قارض فيه أن البنوك بتعمل فيه شوية حاجات بتعمل فيه التمويل والتسليلات الاقتمانية وكمان بتعمل فيه المساهمة فيه رؤوس أموال الشركات يعني يعني الأموال اللي بناخدها لو كان بناخدها عشان شراء سلعة أو عشان خدمة أو عشان مشروع فهذه ليست اسمها قروضة هذه اسمها تمويل وسيتها تبقى جائزة أعيد الكلام تاني لو احنا نشتري سلعة أو عن مو المشروع أو عشان خدمة ده اسمه تمويل وليس قارضة وده غالب أحوال الناس وخاصة 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 أن كل وسائق اعتاء الأموال للناس اللي أنا مش هسميها وسائق القروض وسائق أعطاء الأموال للناس بقى لازم يكتب فيها الغرض من أخذ المال بدل أنت كتبت الغرض من أخذ المال يبقى ده مش هنقدر نحطه في باب القروض هيتحط في باب التمويل يبقى إذن لو كنت هتعمل حياة من الحياة اللي أنا قلت لك عليها دي قار ده مش هايبقى اسمه قارضة هايبقى اسمه تمويل خدت الفلوس عشان مشروع خدت الفلوس عشان سلعة خدت الفلوس عشان خدمة ده كله هايبقى من قبيل التمويل وده جائز وليس من قبيل الحرام شكرا